جرى خلال الأسبوع الماضي بإقليم العيون توقيف حوالي 262 مرشحا للهجرة غير الشرعية وعدد من المهربين خلال عدة عمليات نفذتها المصالح الأمنية ضد شبكة الاتجار بالبشر والتي مكنت من حجز مبالغ مالية وتجهيزات ومعدات ملاحية واعتقلت المصالح الأمنية في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري بالعيون ما مجموعهم 132 شخصا كانوا يتحينون الفرصة للعبور إلى السواحل الإسبانية كما تم إحباط محاولة أخرى للهجرة غير الشرعية على مستوى جماعة فم الواد حيث تم اعتقال 44 مرشحا وحجز قارب مطاطي ومحركين وللإشارة فإن عناصر من الوصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون كانت قد اعتقلت الخميس الماضي بتنصيق مع ناظرائهم بقلميم ثلاثة أشخاص ينشطون في الهجرة غير الشرعية نحو جزر الكنالي كما حجزت ثلاثة زوارق ومحركين ومبلغا كبيرا من المال اشتركوا في القناة